مآس متواصلة يعيشها السوريون منذ ما يزيد على عقد من الزمن من قصف وتهجير واعتقال قبل أن يضيف الزلزال المدمر أوجاعاً جديداً فوق آلامهم فقد تجاوز الزلزال كونه حدثاً أزهق آلاف الأرواح بل ترك خلفه عدداً هائلاً من المنكوبين حتى أخذ اليومين تحت عايش أبسيح بالدومي محسنين وصلوا حد بالأخير طلعنا ميت يعاني الناجون من الكارثة أحياناً من أفكار متداخلة ومشوشة ما يؤثر سلباً على صنع القرار لديهم يبحثون في أعماق عقولهم عن حل يساعدهم في الموقف الصادم لكن دون جدوى ويستمرون في البحث بشكل جنوني ما يجعلهم يشعرون بالتشتت والضياع وعدم التنظيم خيمة ملاذ تحلم به تلك العجوز فقد عبرت فعلياً عما يحدث بداخلها فنظراً لأن الزلزال ينتمي إلى الكوارث الطبيعية إلا أنه يتعدى الحدود الشخصية ما يجعل رهاب الزلزال مختلفاً عن أنواع الرهاب الأخرى فالخوف المتعلق به يتضاعف إلى القلق والتوتر بحسب أطباء نفسيين أول أعراض الصدمة النفسية هو اتساع بؤرة العين ووقوف شعر الرأس فقد نجد أن هناك أطفالاً تلقوا الصدمة بذهول وفقد للوعي وأطفالاً تلقوا الصدمة من خلال الصمت والبكم والتبلد الكامل دون أي رد فعل أما النوع الثالث فهم الأطفال ممن يصرخون ويبكون ويعبرون عن آلامهم الرهاب بحسب الجمعية الأمريكية للطب النفسي هو استجابة غير طبيعية لخطر متخيل أو مبالغ فيه بشكل غير منطقي بحسب أطباء يوجد العديد من الأعراض التي تؤكد الإصابة برهاب الزلزال أهمها استمرار الخوف والعزل واللجوء إلى تغيير الخطط الحياتية وظهور الكوابيس والعيش بتأهب دائم وسيطرة المشاعر السلبية ومنها قد تكون هناك أعراض جسدية كسرعة التنفس وجفاف الفم والدوخة والطرابات الجهاز الهضمي والغثيان ومن الطرق العلاجية التي ينصح بها الأطباء عدم كبت خوفك والعودة للحياة الطبيعية وتنويع الأنشطة والتركيز على التواصل مع الآخرين والالتزام بنظام غذائي متوازن والنوم لساعات كافية وتجنب ما يزيد القلق كالشاي والقهوة لم يبقى نوع من الصدمات إلا واصاب السوريين منذ 12 عاماً على يد ميليش أسد ما ترك آثاراً سلبية كثيرة عليهم ليضاف إليها اليوم آثار الزلزال وتقاعس المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة عن تخفيف آلامهم أي آنسانية؟ أي آنسانية؟ أي آنسانية؟ لما نريد أن يبقى على زلزال عندي ثلاث عطفال وتلقوا معواقين؟ باحترمين باك يشير منه نجل على الهراء؟